اشتركوا في القناة واتكلمنا في الحلقات السابقة مع بعض ايه هو التعليم الصناعي او التعليم الفني وايه انواعه واتكلمنا مع بعض ايه المواد اللي حضرتك بتدرسها في تخصص مثلا من تخصصات العمارة زي مثلا تخصص البناء واتكلمنا على مدى الاستفادة من كل مادة انت بتدرس المادة دية مادة ايه وبتستفد منها ايه وممكن تشتغل بيها في حياتك العملية بعد كده تمام واتكلمنا بعد مرحلة المواد الدراسية اللي حضرتك بتمر بها تلات سنين على مدار التلات سنين كانت رسمة او تكولوجيا او تخطيط او مساحة تمام كل المواد دية مثلا مادة الحاسب الائلي كل الكلام ده اتكلمنا عليه بالصفادة تمام وانتقلنا بعد جدوات ان حضرتك ربنا قرمك وجبت مجموع عالي وعايز تكمل فيه ووضحناه لك في الحلقة او الحلقات السابقة ازاي تقدم التنسيق اللي هو التنسيق الجماعي بتنزل مرحلة بتاعتك وبتقدم ازاي وبتحدد الرغبات بتاعتك ازاي تمام حضرتك كل الكلام ده شرحناه بالصفادة الحمد لله وغطينا تقريبا ان احنا غطيناه وستوفيناه بعد جدوات حبينا نتكلم معاك بقى وندردش فيه مجال التخصص اللي هو مجال البناء حضرتك هتستفد منه بايه اتكلمنا في الحلقة السابقة وقلنا لو انت عندك مثلا ايه عيب في المباني تمام او في شاقتك اللي انت قاعد فيها عايز تعالج الشرق ده وممكن تشتغله بايه دك او مثلا هتجيب صنايعه ويشتغل الحاجة ديت يا بش مهندس الراجل ده هيقب هيجي مثلا يشتغل الحاجة ديت لو اشتغلها بالجودة اللي انت حضرتك تعلمتها يبقى الراجل ده وتشغل تمام وبضمير وما بيتحكش عليك طيب هيجي مثلا فيه حاجة مثلا خطوة من الخطوات ما عملهاش يبقى حضرتك لا استنى انت من المفروض ان انت تعمل الحاجة ديت عشان كزا وتوضح له ان انت فاهم مش هيفكر ان هو يضحك عليك تمام مرنا بالخطوات والمراحل ازاي تعالج شرخ ان كان الشرخ دوت رفيع او مثلا متسع واسع تمام ازاي الكلام دوت تعالجه وحضرتك ممكن تنفزه في البيت بايدك مثلا في البيت هنيجي النهاردة ان شاء الله نعلمك حاجة جديدة ونكملها تمام كنا بدأناها في الحلقة السابقة ودينا نبزة صغيرة وما الحقناش نكمل مع بعض النهاردة ان شاء الله نكملها ازاي مثلا تستخدم طبقة العزل ازاي تعزل مثلا عندك سقف او سطح مثلا لحمام او سقف مثلا لمطبق او في البدروم حتى لو حضرتك مش هتنفزه بايدك زي ما اتفقنا حتى لو حضرتك مش هتنفزه بايدك يبقى انت واقف مع الراجل اللي انت جايبه وعارف الخطوات دي وهيعملها ازاي عشان توصل ان انت تحصل على منتج منتج عالي وكفاءة عالية تمام في نفس الوقت يبقى ايه يبقى انت عملت حاجتك بايدك او بنفسك او تبعتها بنفسك ما حدش يضحك عليه طيب ازاي بقى النهاردة ان شاء الله استفادت من تخصص اعمال البناء ازاي مثلا اعزل سقف تمام او اعزل مثلا سقف خارجي او حائط خارجي حائط من بر بعد ما الراجل مثلا بيعمل الاساسات بتاعتي عند الحفر بتاعي وبروح باني اروح صابب مثلا الاساسات بتاعتي ان كانت الاساسات دي مثلا لبشة اللي هو اصبه طبقة خرصانة بكامل الموقع كله يبقى انا غطتها طبقة خرصانة كلها بارتفاع مثلا متر او اتفاع مثلا ستين او سبعين او خمسين يبقى تصبتها كلها خرصانة يبقى دي في الحالة دي بسميها ايه بسميها اساس لبشة او حصيرة طيب امتى بعمل الاساس دوت يا باش مهندسين لما يكون كمية الحفر او ناتج الحفر اللي انا هحفره في الموقع ده اكبر من ستين في المية من المساحة الموقع ستين في المية اكبر من مساحة الموقع يبقى في الحالة دي اروح مريح دماغ بدل ما اجيب عمال اروح جايب البلدوزر تمام وارح حفر الحفر ده كله مرة واحدة في يوم مثلا وارح ايه وارح مزبط قاع الحفر بالايه على الادة والميزان تمام تمام زي مع ايه زي ما شرحنا قبل كده طيب بعد جدوات يا باش مهندس هتصب اللي ايه الارضية دي كلها او طبقة الحفر اللي انت حفرتها دي بارتفاع مثلا خمسين كلها خرصانة يبقى في الحالة دي تسمي ايه لبشا تمام فيه عندي مثلا حفرت مثلا اواعي الحفر مربعة او مستطيلة تمام الحفرة دي هيصب فيها اعدة من الخرصانة العادية فيها اعدة من الخرصانة المسلحة فيها رقبة العمود او جزء اللي هي جزء من العمود بسميه رقبة العمود يبقى ده اسمه اساسات منفصلة اساسات ايه منفصلة او اساسات سطحية اساسات ايه اساسات سطحية طيب الاساسات السطحية دي اسميها سطحية ليه باش مهندس اذا كان عمق عمق الحفر بتاعها مش هيعدي الا 4-5-6 متر يبقى دي اسمه اساسات سطحية يعني انا لما اجي احفر في الارض بتاعتي لعمق مثلا 6-4 متر او 5 متر ووصلت لطبقة صلبة تصلح للتأسيس يبقى دي اسمها ايه اساسات سطحية طب الاساسات السطحية دي لما نطلع بعمود باعدة اعدة مسلحة اعدة عادية اعدة مسلحة واطلع منها بالعمود يبقى ده اسمه اساس ايه منفصل اسمه اساس ايه منفصل طب لما اربط الاعدة دي بالاعدة دي تمام اربطهم بميه ده او بسميلك دوات يا باشموندس يبقى ده اسمه ايه اساس متصل اساسات ايه متصلة وده الاساس ده بيبقى قريب من الحطة بتاعت الجول طيب يا باش مهندس ابنت قلتلي بقى ايه اساس لبشة واساس سطحي اللي هو القريب من سطح الارض اللي هو ما تعداش الستة متر طيب لو انا قعدت احفر احفر مثلا تمانية متر او عشرة متر عشان اجيب الطبقة الصالحة للتأسيس اللي ايه مثلا او الطبقة الصالحة للتأسيس على عمق 15 متر يبقى دي اسمها اساسات عميقة اساسات ايه عميقة الاساسات العميقة ديت يا باش مهندسين تمام في الحالة ديت بعمل لها نوع تاني او نوع جديد من الاساسات اسمه الخوزي زي العمدان الخرصانة بس العمدان ديت بروح صاببها في قلب الارض وبروح عامل لها حديد التسليح جوه في قلب الارض ما بفضيش كده وقت يا باش مهندس الحفرة وخلاص لا يا باش مهندس ده انا بضغط الارض بضغط حتة الارض هنا بالمصورة اللي انا هصب في قلبيها الخرصانة الخزوق بحديد التسليح بتاعه تمام اضغط الارض هنا بروح دائق المصورة ديت عشان تضغط لي جوانب التربة من ناحية اليمين وناحية الشمال ولما اجي اروح حاطة المصورة في الاتجاه دوت يا باش مهندس اروح ضغطها يبقى هي ضغطت لجنب التربة ناقع ايه لفوق والتحت يبقى انا بعمل عملية دمك للايه للتربة بتاعتي بعمل لها عملية ضغط بجمعها وبربطها مع بعضيها عشان ما تبقاش تربة رخوة او تربة ضعيفة يا باش مهندس يبقى في الحالة ديت بعمل لها اساسات اسمها اساسات ايه عميقة ممكن توصل معي الـ 25 متر تحت الارض طيب بعد جوات يا باش مهندس بعد اما عملت طبقة الاساسات بتاعتي ان كانت اللي ابشاء او 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 الكلام دوت هروح بها ابدأ ابني لغاية ما وصل لايه لوش سطح الارض اللي انا واقف عليه من فوق طيب اغطي اغطي اللي ايه الحطة ديت حطة المباني اللي انا عملتها لغاية وش سطح الارض اغطيها بالرمل او اغطيها بالترب لا يا باش مهندس عند ممكن يكون في مياه جوفية او رطوبة ممكن تكل الاساسات ديت وتكل ايه باش مهندسين هتنخر فيها تضعفها تتاكل توصل لحديدة التسليح يبقى كل الكلام دوت يبقى انا ايه كلفت كده هو على الفاضي طب نعمل يا باش مهندسين نعمل طبقة العزل بغلف زي ما حضرتك بتمسك الكابنة بتاعك ليه الجامعة كده هو عشان تحافظ عليه تمام بيتروح مغلفه عشان يفضل معك اكبر اكبر زمن معاك او اكبر وقت طب حضرتك بتروح عامل şu باش مهندسين بتروح داهم طبق ليه الحوائط من برا بطبقة البتمين اللي هي طبقة اللي هي طبقة العزل بتاعها هل الطبقة ديت لها انواع اه ليها انواع في نوعين عندي من العزل اه في عندي نوعين من العزل ايه هو عزل على الساخن وعزل على البارد عزل على الساخن حضرتك بتلاقي مثلا في الموقع كده او انت ماشي بالعربية بتلاقي شبورة شبورة سودا ده خنة سودة الراجل ده بيولع في برميل بطومين أو برميل بلاك لغاية ما يبدأ يسيح ويبدأ سالس كده في الاستخدام أعب بالصفيحة واروح واخدها واروح داهن بالبروج أو بالفرشة المستخدمة لديهان البلاك دهوت يا بشمانسين وأبدأ أدهن الحواد دهت طيب أدهنها إزاي لازم يبقى فيه مسافة لازم أن يبقى فيه مسافة ما بين الحواد الخارجية والحفر بتاعي لازم أن يبقى به مسافة ما بين الحفر الخارجية والحفر بتاعي مسافة ما تقلش عن ستين سنتين عشان أبدأ أنزل في قلب الحفرة دهت أو المسافة دهت وأبدأ أتحرق يمينne وشمال وارفع العزل بتاعي أو أنزل الصفيحة أو الجردل والفرشة وأبدأ أدهن يبقى فيه مساحة لحرية الحرقة طيب تعالنا نشوف مع بعض جدوات اول حاجة في درسنا النهاردة النقاط الواجب مراتية عند اعمال العزل قبل ما نتكلم على العزل تعال مع بعض كده اهو مع بعض احنا اتكلمنا على انواع العزل اتكلمنا على انواع الطبقات العزلة او هنتكلم من النهاردة ان شاء الله في حلقتنا النهاردة انواع الطبقات العزلة البتومينية وقلنا فيه عندنا عزلة على الساخن وعزلة على الايه البارد طيب تعال اقعد جدوات يا بش مهندس النقاط او تطبيقات عزل الرتوبة بالبتومين على الساخن تطبيقات عزل الرتوبة بالبتومين على الايه الساخن أول حاجة بالنهاردة في موضوع حلقتنا النقاط الواجب مراعاة عند العزل الخارجي لما تيجي تأزل من برة النقاط اللازم ترعيها أول حاجة يجب أن يكون الفراغ خارج الحوائط 60 سنطة على الأقل لتسهيل عملية التركيب عشان أبدأ أتحرق واتنطط في قلب الحفرة دي وإيه بالإمكانيات بتاعت أو بالمعدات بتاعت يا باشمانتس يبقى في مسافة ما تقلش عن كام 60 سنطة طب رقم اتنين يجب أن يكون أو يجب أن تكون الطبقة العازلة مستمرة وخاصة عند الأركان الخارجية للحوائط يبقى أنا حضرتك لما تيجي عند رقم الحيطة الخارجي عند رقم الحيطة الخارجي يبقى حضرتك ما تجيش وتوقف العزل بقى يا باشمانتس لا دي أنت لازمة تغلي في الزوايا بتاعتك دي وتقفلها عشان ما فيش مية تجيلك من الليه من عند حرف الحيطة أو حرف الزاوية اللي هو يعتبر حرف الحيطة الرأسية مع الأفقية عند النص اللي حضرتك هتقف هايه هتقف مثلا عندها تنتظر مثلا ايه تاكس او مثلا ايه عربية او تنزل مثلا تشوف ايه تشوف صديقك ولا حاجة يبقى عند تقابل الزوايا او الأركان الخارجية دي لازم السلي العزل بتاع ما يقفش رقم ثلاثة بمجرد لسق الشرائح على الأسطح الأفقية يتم تغطيتها بلياسة أسمنتية بمجرد لسق الشرائح على الأسطح الأفقية يتم تغطيتها بلياسة ايه أسمنتية بلياسة أسمنتية يعني بعد ما حضرتك بتدهن احنا بتتكلم في المقطة دي على الأسطح الأفقية انا عملت مثلا عزل مثلا سقف طيب ودهنت واتبعت الخطوات اللي احنا هنقولها فيما بعد ان شاء الله طب حضرتك هتروح عامل ايه باش مهندسين اسيب طبقة العزل كده اروح ردمها برمل لا يا باش مهندس لازم اغلف الطبقة دي تغلفها بايه بطبقة لياسة أسمنتية بطبقة رمل وأسمنت بطبقة رمل وايه بطبقة رمل وأسمنت سمكها مثلا ما ايه ما يزدش عن الاتنين سنتي طبقة الغلاف عشان احافظ على احافظ على الايه على طبقة العزل بتاعي طيب يبقى رقم ثلاثة بمجرد لسق الشرائح على الأسطح الأفقية يتم تغطيطها بلياسة أسمنتية نطل بعد كده اربعة يلزم بناء حوائط الحماية بعد الانتهاء من تركيب الطبقات العزلة الرأسية من الخارج يعني ايه الكلام ده زي ما قلت لك يا باش مهندس والتفاتي معاك في الأسطح الأفقية هنعمل ايه نركز مع بعض كده في الأسطح الأفقية بعد ما بنعمل الطبقة العزلة الأفقية تمامي تمام ما بسيبهاش ايه متعرض للشمس يعني مثلا انا عزلت السقف بتاع ليه بتاع البيت اللي انا قاعد فيه السقف دوت متعرض لشمس الشمس ديت لما تنزل على طبقة العزل اللي انا دهنتها ديت الشمس هتروح مسيحة لطبقة البلاك اللي انا دهنتها تمام نركز مع بعض وما ايه وما انتوش من بعضينا تعال معايا كده وارجع تمام ونشوف ايه الخطوات اللي احنا نتبعها قلتلك في السطح الأفقي في السطح الأفقي هنعمل ايه ما سيبش طبقة العزل ديت ما سيبش طبقة العزل ان هي متعرضة للشمس في الفترة ديت في فترة الحر دي هتتعرض لشمس يا بشمانس طيب الشمس هتعمل ايه هتنزل على طبقة البطومين اه هتنزل على طبقة البطومين هتروح مسيحة لطبقة البطومين تيجي بالليل اتعرضت لرطوبة او اتعرضت لجو سايع ايه اللي هيحصل الطبقة هتتجمد هيحصل شوية في الحر تسيح طبقة العزل بالليل او مثلا تتعرض لها في فترة الشتاء للرطوبة مياه مطر يبقى انا ما عملش حاجة طبقة العزل ديت سيح نركز مع بعض ده بالنسبة لليه للطبقة الوفقية طب عايزة حافز عليها هتحافز عليها ازاي يا بشمانس يبقى انا لازم ان الطبقة الوفقية لازم اعزلها بطبقة الياسة اسمنتية لازم ان اعزلها بطبقة الياسة ايه اسمنتية اللي ايه طبقة المونة سنكها من واحد لاتنين سنت طب ده ده الكلام ده بالنسبة للأصح اللي ايه الوفقية طب بالنسبة للأصح الرأسية مثلا عندي حيطة عندي ايه حيطة الحيطة ديت عزلتها اسيب طبقة العزل او اروح ردي اروح رادم طبقة العزل اللي انا عملتها دي اروح منزل عليها الرمل او التراب اللي هو ناتج الحفر بتاعي واروح رادم لا يا باشمهندس اروح جاي على طبقة العزل دي ونركز مع بعض نركز مع بعض جامل تمام هنعمل اروح جاي على طبقة العزل دي يا باشمهندس واروح عامل ايه يا باشمهندسين ها واحد يقول لي كده هو تعايز اغلي في الكلام ده هينفع طبقة مونة مش هينفع طبقة مونة اروح باني نص حيطة حيطة مقدرها نص قالب اروح باني على طبقة العزل دي ادي طبقة العزل ينكز مع بعدي كده طبقة العزل اللي هي على الحقيقة طلنا ده انتهى وعملت بالخش من المقاطرن او باللي لفات الخش بتاعتي بعد ما عملتها وزبطتها تمام اروح عامل يا بشمانت اروح باني الحائط بتاعي اللي هو نص نص طوبه طب تعال مع بعدي كده يلزم بناء حوائط الحماية بعد الانتهاء من تركيب الطبقات العزلة الرأسية من اللي الخارج دي النوطة رقم كام اربعة تعال مع بعدي كده عزل ارضيات الدور الارضي عندنا دور ارضي او ارضيات او بدروم او حمامات حضرتك عايز تعزلها حضرتك عايز تعزلها هتعزلها ازاي باش مهندسين تعال انتبع بقى مع بعض الخطوات ونشوف اول حاجة يتم عمل مونة اسمنتية لتسويت السطح عندي الارضية بتاعتي اللي انا صبتها خرصانة تمام فيها عالي وواطي او مثلا فيها ايه فيها حاجات بسيطة كده ايه يعني زي حفرة صغيرة كده لو انا وزنتها لو انا وزنتها بالادة والميزان هتلاقي مثلا ايه فيها حتة ايه حتة واطية كده صغرنة تمام الحتة دي لو انا زبطتها او عملت طبقة العزل هايجي بعد جواهت اصبط ايه افقية الارضية بتاعتي هتاخد طبقة لو الارضية كلها هتاخد طبقة الرمل اللي هي الردم بتاعي مثلا ارتفاع الرمل بتاعي خمسة سنتي هيجي في الحتة اللي هي المنحدرة دي او الوطية دي المنخفضة دي تمام هتاخد مثلا ستة سنتي يبقى اخدت سنتي زيادة رمل ده تقل ايه واحمله على ليه على بلت الساب يبقى انا اعمل يا باش مهندسين اروح معالج الحفر او اي اي حفر في قلب الارض بتاعتي عالي او واطي او مثلا ايه الرجل اللي عامل وهو ماشي بداس بسا برجله على الخرصانة راح تلقي الخرصانة دي ايه اللي حصل راح تلقي غرزة في قلب الخرصان طيب ما حد سابوها كده لغاية ايه لغاية اما الدنيا تنشي طيب بعد كده يا باش مهندس اعالج الحفر الصغيرة اللي موجودة في الارضية يبقى اول حاجة يتم عمل مونة اسمنتية لتسويت السطح اخلي السطح بتاعي افق تمام النقطة التانية تنظيف الارضية بفرشة سلك اي حاجة موجودة في الارض لازم انا لازم انا اضافها بليه اروح من الارش هكده بالفرشة ايه بفرشة ايه بفرشة سلك عشان اشيل او ازيل اي حاجة متعلقة او لازم في الارضية رقم ثلاثة يتم دهان وجه تحضيري من البوتومين الساخن يبقى احنا بنعلم ايه احنا شغالين دلوقتي مع بعض ايه عزلة على الساخن عزلة على الساخن يبقى حضرتك بتعمل ايه باش مهندس يبقى حضرتك سخنت سخنت البوتومين سخنت البوتومين تمام وروحت جبت البوتومين دوت ودهانت زي ما قلت في الخطوات السابقة ان احنا بندهن مثلا في الاتجاه الطولي حددت مثلا اتجاه العزل بتاعي في الاتجاه الطولي اروح دهن البوتومين بتاعي في الاتجاه الطولي وبعد جدهوات اللي هي طبقة اللي هي الطبقة التحضيرية تمام بروح جايب طيب لفت الخش بتاعتي وروح ماشي في الاتجاه الطولي برضو وروح مخلص الاتجاه الطولي طيب لفت الخش جيد بتبقى على الارضية بس لا زي ما قلنا برضو عشان احنا بنذكر بعضين اهو تمام عشان لو في حاجة عدتنا او فاتتنا برضو بنحب ان احنا نركز على معلومتنا وبنتبقى ايه بتبقى ملمومة تمام ونبقى فاهمينها تمام التمام طيب نعمل يا باش مهندس بعد كدوة بعد ما بلف اول لف لطبقة البوتومين بتاعتي وطبقة الخش بتاعتي اروح طالع على جنب الحيطة اللي هو مقدروا مثلا وليكن عشرة سنتي وبروح دهنوا دهنوا بطبقة البوتومين واروح مدكك لفت الخش جيد حرفها داخل الحيطة طيب اسيبها كدوة يا باش مهندس لا يا باش مهندسي اروح جايب طبقة مونة واروح ايه اروح مغطى على حرف الخش جهة واروح اروح مغطى تمام التمام واسيبها تنشى طيب بعد جهود بعد ما خلصت الاتجاه الطولي اروح داهن طبقة تانية بس في الاتجاه الايه في الاتجاه العرضي طبقة الايه البوتومين طيب بعد ما بدي انطبقة البوتومين ده يا باش مهندس باروح جايب لفة الخش برضو في الاتجاه الايه في الاتجاه العرضي بس بروح طالع على حرف الحيطة من ناحية الاتجاه اللي هو العرض ده تمام وبروح مسبت حرف الخيش ده داخل الحيطة تمام وروح نازل بلفة الخيش وروح ماشي في الاتجاه العرضي وروح طالع على الحيطة اللي في وش ديت وروح مدقل في قلب الاوالب ديت طبقة حرف الخيش وبعد ما بخلص بروح مغطى حرف الخيش ده بطبقة المونة انا خلصك ده هو طبقة العزل بتاعتي اللي هي طبقة العزل الايه الافقية تمام طيب بعد قوات يا باش مهاندس اروح سايب طبقة العزل ديت منها كده هو متعرضة او اروح ردمها بالرمج لايه يا باش مهاندسين ايه اللي بيحصل بأمن وبراجع على الحرف اللي هي حرف اللفة اللي هي مسافة الركوب انا قلتلك قبل كده ايه ان انا لما بتيجي تفرد حرف اللفة الخيش المؤطرة بتاعتي ما بتجيبش الحرف جنب الحرف كده لا ممكن يبقى الحرف ايه في حتة منورة كده وقت يا باش مهاندس يخش من ما بينها ايه الميا او الرطوبة بتاعتي لا يا باش مهاندس بروح مركب حرف الخيش على حرف الخيش بسميها مسافة ركوب مقدرها قدي عشرة سنتي طيب بعد ما بخلص الكلام دوت يا باش مهاندسين العزل ده بسميه عزل بطريقة الحلة اللي هي زي الحلل اللي موجودة في المطبخ بيبقى القاع بتاعها باللجناب ده يا باش مهاندسين عزلت بايه بعزل العزل على الساخن بايه بالطريقة التقليدية بتاعتي طيب اسيبها كده وقت يا باش مهاندسين لا اللي بيتم بعد كده اللي بيتم بعد جوات بروح مغطي زي ما قلت في الليه في النقاط الواجب مراعاتها عند عزل القصح الافقية قلت لك ايه لازم اغطي الطبقة الافقية ديه بطبقة بطبقة تحميه بطبقة تغلفه اللي هي طبقة الليه طبقة اللياسة الاسمنتية اللي هي قدرها سمكها اديه صنطي او اتنين صنطي طيب الطبقة ديه بتبقى وفقية تمام لا براعي فيها ان انا هعمل ميول هعمل ايه لو انا بعمل في السقف فوق في السطح فوق والنطرة هتنطر تمام النطرة ديه بتتجمعش في نص السطح لا يا باش مهاندس بعمل ايه وانا بعمل طبقة اللياسة بروح مجمع عندي اقرب مكان لعمود العمل او عمود المطر لو انا مكلف وصرف تمام تمام بروح عامل عمود جنب عمود العمل وعمود الصرف اللي هو في السباكة بروح عامل عمود اللي هو ايه عمود اللي هو عمود المطر قطره اتنين بوصة طيب التجمع ديه بتيجي ازاي بروح مجاي يا باش مهاندسين اروح مجمع اروح عامل طبقة الميول بحيث ان المية في الركن ده مع الركن ده مع الركن ده كلها تجري لوحديها بدون اما انا ايه اجهد نفسي او اتعب نفسي وارح مجمع المية ديه في مكان معين عشان اجمعها وارح اروح رميها برا في الشارع لا يا باش مهاندس هتجمع لوحدها اوتوماتيك دوت زي ما ايه زي ما بتيجي مثلا والدتي مثلا في البيت بتروح رميها شوية مية بتلاقيها المية ديه لو نسبة الميول بتاعتها جوية مصبوطة بتلاقي المية بتجري على ايه على الحمام ومن الحمام على البيب على طول يب انا بعمل ايه في طبقة اللياسة بنراعي ايه يا باش مهاندسين طبقة نسبة ميول ميول الاسطح طب ده بالنسبة لليه لو انا هعزل هعزل سطح افقي طب لو انا هعزل سطح رأسي ايه اللي هيتم سطح رأسي يعني ايه عندي حائط عايز اعزله بتعمل ايه باش مهاندس باجي من بداية الزاوية بتاعتي من بداية الحيطة بتاعت المبنى بتاعي بروح ايه بروح اول حاجة ادهن لا ما ينفعش اصاس فيه عندي طراب فيه عندي رمل فيه عندي مثلا ايه رواسب واحنا سغلين ده ايه اتحشرت ايه او لزقت في ايه في اوليب الطوب طب هنعمل ايه يا اساس لازم زي ما قلتلك انظف السطح الرأسي من اي اتربة او شوائب الموجودة فيه اروح جايب السل ايه اروح جايب الفرشة اللي ايه السلك ده اروح منظف يا باش مهاندس الايه السطح بتاع الرأس ده ما خليش اي اتربة فيه ولو الامكانيات وصلتني ان انا جيب البلاور اللي هو ينفض للطراب اللي موجود على اللي ايه على الحوائل ديت اروح جايبه يا باش مهاندسين اه ما خليش اي حاجة تديني عزل او فاصل تمام ما بين الليه ما بين طبقة العزل والحطة اللي انا هعزله طب بعد ما نظفت تمامي التمام حضرتك هتعمل ايه اروح داهن اروح جايب الطبقة اللي هو البتمين اللي عز ساخن اللي انا سخنتها واروح جايب الفرشة كده واروح داهن الحطة بتاعتي او الجزء اللي انا هعزله رأسي وما سيبش فيه بايه زي ما بيسموها الصناعية كده اسيب ما سيبش فيه حرامية اي سوق بصغير كده اسيبه في قلب الايه الفقل يدخل لمية او رطوبة لا يا باش مهاندس لازم ادهن ايه الحطة دي الرأسية او الجنب الرأسي ده ادهنه تمامي تمامي ما سيبش فيه اي اي سوق بصغير طيب بعد جواتي يا باش مهاندسين بعد ما دهنت طبقة البتمين اروح جايب الخيش المؤطرة لفت الخيش واروح نازل بها رأسي طيب الرأسي دي يا اساز اروح جاي اروح مسبتها كده افضل جنبيها واروح مسبتها بايدي لغاية ما خلص لا يا مش هنخلص بقى ايه في الجنب ده وخالص انها في ايه الاسبوع ده خالص طيب هنعمل ايه اروح جايب اروح مسبتها بمصامير من فوق تمام بحس ان اللفة ديك مطاعش طيب بعد جوات خلصت اللي ايه خلصت اول باكية او اول ايه او اول جزء اروح جايب منطق ايه اروح ناقل نفسه على الجزء اللي بعده اروح دهن طبقة اللي ايه العزل بتاعتي تمام وبعد ما دهنة طبعا انا منفض الاتربة وكل الكلام دوت بعد جوات يا باش مهندسين بعد ما بدهنها بالبتمين اروح جايب اروح لفي اروح فرد ايه لفة الخيش الحرفة جنب الحرف لا ما ينفعش الحرفة ما ايه جنب الحرف ليه في مسافة ايه مسافة ركوب اللفة اللي ايه انها ايه من 10-15 سنتي عشان ما انهضرش ممكن تخش عشين براحتك بس انت كل ما ايه هتهضر في ايه في نسبة الخيش بتاعتك طيب يا استاذ يبه هي من 10-15 تمام واروح نازل بالليه بالجزء باللفة او الباكية التانية وهكذا اقرر لغاية ما خلص اللي ايه الباكية الجنب بتاعه كله رأسي عزلته طيب بعد جوات بأمن بقى على الكلام براجع وبعمل التشك على الحرف بتاع الليه بتاع اللفة هل الحرف ده ممكن يدفك ممكن يخش من ما بينهم المية او ممكن اروح جايب ايه بطبقة البتمين واروح داهن الحرف دي بحس ان انا ايه اخلي الحرف على الحرف ملزوء وصلب خلصت جدوة وعزلت تمام من تمام اسيبها انا في الاصطح في الاصطح الافقية يا بش مهندسين عملت ايه في الاصطح الافقية بعد ما عملت الطبقة العزلة وخلصت العزل تمام من تمام عملت يا بش مهندس عملت طبقة لياسة اسمنتية اللي هي طبقة المونة مع مراعاة الميول زي ما اتفقنا وبعد ما خلصت طبقة اللياسة دي او طبقة الميول الاصطح دي بعد جوات بتروح رامل الرمل بتاعتك لطبقة الرمل تمام عشان تثبت تثبت اللي هو الراجل المبلت اللي هيجي يشتغل يثبت نسبة الميول بتاعتي تمام بعد ما غطتها بالرمل يبدأ يشتغل يرمي المونة بتاعته ويبدأ يبلت السراميك او الرخام ده بالنسبة للطبقة الافقية او العزل الافقية بتاعنا بقى بالنسبة للعزل الرأسي بعد ما خلصت العزل الرأسي دي يا بش مهندسين اسيبه كده لا لازم اغلفه لازم احافظ عليه اعمل ايه يا بش مهندس بعد ما بخلص العزل الرأسي ده يابش مهندسين بروح جايا رح باني اروح باني عجمبيه نص اللي هي ليه باني عجمبيه حيطة صغيرة بنسميها نص طوبة بنسميها نص ايه بنسميها نص طوبة طيب الحيطة ده يت يا بش مهندس بطلع وطلع الغية تم خلص ارتفاع العزل بتاعه يعني العزل الغية هنا مثلا اخر العزل بتاعه تمام باروح طالع بطبقة العزل بتاعت دي او طبقة المونة او صف المدماج بتاع اللي احنا اتفقنا عليه ماشي في الحيطة الرقصية باطلع بصف المدماج ده لغية ما يعدي طبقة العزل دي بحوالي ايه بحوالي مدماج اللي هو صف الطوب واروح مغطي الطبقة دي اروح مغطيها بطبقة مونة يبقى انا حافظت على الطبقة اللي ايه الرأسية ده بالنسبة اللي ايه ان انت لما تيجي تعمل عملية عزل بالطريقة اللي ايه التقليدية اللي هو العزل على الساخن تمام كده طيب عايز بقى اعمل عزل على البارد اللي هو الطريقة التانية او الطريقة الحديثة مميزتها ايه يا استاذ في الطريقة التقليدية تمام بعمل دخنة وبابا ايه بنعمل العزل ده بيعمل ده خناء وسواد وبتشم بتلوس الجو بتلوس البيئة اللي حواليك لا يا باش مهندس ده مستو بقى يا باش مهندس ان هو جاي جاهز في جازلة تمام الجازلة دي هتفتح هتشيل الغطا وهتلاقى في قلب كيس هتفتح الكيس وتقلبها كويس لان الطبقة العزلة الطبقة الخام بتاعت العزل بتاعتي تمام بتبقى مترصبة تحت فانت بتقلبها زي جازلات البلاستيك كده لما بيشوف النقاش هتتقلبها كويس وتروح جايب البروج او الفرشة المخصصة للدهانات وتروح داهن الوش بتاعي هتدي لك طبقة خفيفة انت ما تستقلش بيها طبقة البلاك هتلاقى طبقة سميكة سنة اما دي يتزي طبقة البلاستيك لما بتيجي تدي نوشها على الحيطة الميزة بتاعتها ان هي سهلة في الاستخدام سهلة في التنفيذ رغل ايه اسهل في من الطريقة التقليدية ان هي ما بتلوس ليش الجو بتاعي تمام بيه تبقى ايه سهلة ان اي حد يستخدمها غير التانية بقى ان انا ممكن مثلا حد يتلسع وهو شغال لا يا بشمانس الطريقة الحديثة دي سهلة ان اي حد يستخدمها مجرد ان انت تفتح الجزلة بنسميه اللي هو بالبلد كده الجردل البلاستيك بنسميه جزلة الجزلة ديت بتروح للراجل الموان بتقوله انا عايز مادة سوروتيكت او سيرو بلاست تمام دي مادة من المواد بتاعتي كلام دوت على عهدة الكتاب اللي احنا شغالين منه موجود في اسام المواد ديت طيب حضرتك هتروح تاخد هتشتري الجزلة وبتلاقي على الجزلة ديت الزمن او المدة او الكمية تفرش لقديه الجزلة ديت تفرش لمسطح قديه تمام او تغطيلي او تعزلي مسطح قديه طيب انت عارف المسطح اللي انت ايه اللي انت هتعزله دوت هيكفي جزلة ولا جيب جزلتين ولا جيب ثلاثة حضرتك هتروح جايب الجزلات او اول جزلة وتروح فتحها وتروح مقلبها وتروح داهن في الاتجاه الطولي وبعد جوات تدهن في الاتجاه الايه العرضي ده بالنسبة للعزل على الايه على البارد طيب عزلت يا باشمهندس عزلت وكده هوت حمية المبنى بتاعها او حمية الارضية بتاعتي او حمية الحائط بتاعي من الايه من الرطوبة او العوامل الجوية بتاعتي من ايه ضد الرطوبة طيب يا باشمهندسين تمام التمام كده هوت وعرفنا ان احنا نحافظ على طبقة العزل ازاي عشان ما تتأثرش مع مرور الزمن طيب بعدك دوت عايز اتأكد ان العزل بتاعي دوت مظبوط ما فيوش اي حاجة بتروح جاي مسلا على الحمام اللي انت عزلته تمام قبل بما انت بتغطيه بطبقة اللياسة لو انت عايز تتأكد ان العزل بتاعك دوت يا باشموندس مظبوط تمام وقبل بما تغطيه بطبقة اللياسة هتعمل ايه هتروح مالي ارضية الحمام دي بارتفاع مثلا وليكن 10 سنت مية وتسيبها لتاني يوم هل نسبة المية دي تقلت ولا ما قلتش طب قلت بس ما تتحكش على نفسك فيه نسبة اسمها نسبة تبخير المية تبخرت قلت مثلا وليكن 3 ملة او 4 ملة او 5 ملة هل كده هوت السقف ده كده العزل بتاعي مش مظبوط لا يا باشموندس العزل مظبوط بس فيه نسبة مية تبخرت تلعت على هيئة بخار فنسبة المية منصوبها قل لي مثلا وليكن 3-4-5 ملة يبقى كده هوت العزل بتاعي تمام اروح نازل على السقف من تحت واروح باصسها على السقف ده هل السقف ده في بقع او فيه حاجة مثلا ايه فيه حاجة بيسقط مثلا مية او فيه الفققيع مثلا من المية يبقى كده هوت العزل ده بيسرب يبقى حضرتك هتعمل ايه هتنشف المية ديت وتنشف الارضية تمام تمام وتشوف المكان اللي هو بيسرب فيه المية وتبدأ تعزله وتبدأ تعيد العزل بتاعك من اول وجديد في الجزئية اللي انت ايه اللي انت ما عملتها الصح ده بالنسبة للعزل على الايه بالنسبة للعزل على البارد تمام اول عزل على الايه الساخن حضرتك كده اتعلمتي معايا ازاي تعزي الارضية افقية تمام او سطح افقي وازاي تعزي سطح ايه رأسي لو ما استفدتش حضرتك من الناحية الضزرية يبقى على الاقل ان انت هتستفدها وانت واقف مثلا في بيتك او مثلا عن دجارك واصدك ان انت تبص على الشغل كده هو وتتابع ما يقولكش مثلا انت مش تعلمت دي تعال ابصي لكده اتعلمت الرجل ده شغال صح ولا غلط او انت واقف وسط مثلا عمال وموظفين ممكن تشتغل ان انت تجيب عمال طقم عمال وتجيبهم ويشتغلوا يبقى انت ممكن تشتغل ان انت متخصص في طبقات العزل ازاي تعزل الاصطح الافقية او الاصطح الرأسية باستخدام الطريقة التقليدية او الطريقة الحديثة تمام في عندي حاجة اسمها انسومات الانسومات دي ات يا بشمان دي ازاي الرولات بالزبط بس يبقى ولا محتاجة ان انت تسخن ان انت تعمل تسخن بطومين او تسيح بطومين او تشبر الجو بداخل السوداء لا يا بشمان ده مجرد ان انت بتجيب الرول وبتروح جاي بالبشبور بالنار وتروح مسخن بتروح معدي النار ديت على الرول وعلى الارضية بتسخن الارضية وبتسخن الرول وبتروح فارد تمام وبتعدي معاك زي سيك ده هو زي المكوى بالزبط بيروح فارد يا بشمان ديس ويه والدنيا بتبقى تمام التمام معاك تمام ده ده كده بالنسبة للايه للعزل بتاع يبقى احنا اتعلمنا واستفدنا من تخصصنا ازاي نعمل عزل وفي الحلقة السابقة اتعلمنا واستفدنا ازاي نعالج الشروخ تمام او نعمل ترميمات المجال بتاعنا مش مقتصر على كده المجال بتاعنا ممكن اوصلك ان انت تحسب ازاي سلم ازاي تحسب سلم عندك مثلا عمرك لسه طلع جديد او بيتك لسه طلع جديد اعلمك ازاي الدور ده محتاج فيه مثلا عدد الاوائم وعدد النوايم الله ايه الاسماء الغريبة ده يا بشمهندس السطح اللي انت بتدوس عليه سطح الدرجة السطح الدرجة اللي انت بتدوس عليه افقي بسميه نايمة بسميه ايه نايمة اما السطح الرأسي السطح الرأسي اللي هو محصول ما بين النايمة دي والنايمة دي السطح الرأسي اللي ما بينه بسميه قايمة يبقى كل درجة كل درجة متكونة من سطحين لها سطحين سطح افقي وسطح ايه وسطح رأسي وزي ما هي لها سطحين لها طرفين لها طرف بيخش جوه الحيطة ولها طرف بيسبت حر برا ناحية التربزين الطرف دوت يا بشمانس او الدرجة ديت زي ما قلتلك لها سطحين لها ايه طرفين الطرف اللي من ناحية الكوبستة او التربزين اللي انت ماسك بيه بايدك وانت طالع وانت نازل بسميه راس الدرغة بسميها ايه بسميها راس الدرغة اما الطرف اللي هو اللي انا هسبته جوه الحيطة بسميه ديل الدرغة يبقى الدرغة لها سطحين ايمة ونايمة ويبقى لها برضو ايه طرفين طرف داخل الحيطة وطرف خارج برا الطرف اللي جوه الحيطة بسميه الديل اما الطرف اللي هو من ناحية الكوبستة او التربزين بسميه بسميه راس الدرغة والدرغة طبعا انواع بشوفها انواع مختلفة في درجة عادية خالص يبقى طول عرض النايمة بتاعتها سابت بكامل طولها عرض النايمة بتاعتها كامل بايه سابت بكامل طولها طيب ايه تاني يا باشمانس ممكن نتعلمه ازاي تحسب السلم ده ارتفاع عندي مثلا تلاتة متر ارتفاع الدور تلاتة متر ازاي التلاتة متر دولت بيحتاجين كم درجة محتاجين مثلا عشرة محتاجين 15 محتاجين 20 بنوعد نفرض افتراضات معينة وليكن ارتفاع الايمة ما بيقلش عن 14 سنتر ارتفاع الايمة ما بيقلش عن كام ما بيقلش عن 14 يعني ارتفاع الايمة ده ما ينزلش ل13 لا ما ينفعش ما يقلش عن 14 وما يزيدش عن 18 ايه 18 سنتر يتراوح ارتفاع الايمة من 14 ل18 وسطح النايمة اللي حضرتك بتدوس عليه اثناء السعود او الهبوط النايمة دية عرضها ما يقلش عن 27 او 26 وما يزيدش عن 33 سنتر ما يزيدش عن كام ما يزيدش عن 33 طيب يا بشمانس ايه تاني في عندي من ضمن المصالحات ان انا اعلمك ازاي ترسم السلم وتحسبه تمام وان كان السلم ده في نهاية القلبة بتاعتي قلبة ايه هي القلبة انت بنقول مصالحاتك دوت القلبة دية اللي هي عبارة عن بلاطة او مستوى مائل انا شايفه كده في السلم مستوى مائل المستوى المائل ده مجموعة ميتركب عليه مجموعة من الدراجات مجموعة من اين يبقى المستوى المائل المائل ده يتركب عليه مجموعة من الدراجات ما تقلش عن خمسة ما تقلش عن كام ما تقلش عن خمسة وما تزيدش عن 14 وما تزيدش عن كام ما تزيدش عن 14 يبقى في الحالة دي بسميها قلبة القلبة دية اخرها متصل ببسطة ولا متصل بصدفة ايه هي البسطة وايه الصدفة البسطة دي لما يكون الشكل في نهاية القلبة في نهاية القلبة في جزء مربع بسميه بسطة الراحة بسميها ايه يبقى الجزء المربع اسمه بسطة الايه بسطة الراحة طب لما تكون مستطيلة بعرض الايه بعرض الفراغ بتاع السلم بتاعي يبقى في الحالة دي بسميها ايه بسميها صدفة واسمها صدفة متوسطة لان الصدفة بتنقسم ايه لك ايه نوعين صدفة اللي هي محصورة ما بين قلبتين في نص السلم بسميها صدفة متوسطة اما لما بتخلص الدور وتوصل عند باب الشقة المسافة المستطيلة دي بسميها ايه صدفة الوصول ان حضرتك وصلت بالسلامة يبقى دي بسميها صدفة الايه صدفة الوصول طيب ايه تانية باشموانز في عندي درجة اسمها درجة مروحية او درجة بنسميها درجة مأزانية ايه الدرجة المروحية دي انا قلتلك في الدرجة العادية عرضها عرضها مثلا 30 سنط يبقى 30 دقية بكامل طول الدرجة الدرجة دي طولها متر يبقى 30 في بدايتها زي في النص زي في الاخر ده بسميها ايه درجة عادية خالص اللي هو عرضها سابت بكامل طولها عرضها سابت بكامل ايه عرضها سابت بكامل طولها طيب يا باشمواندس لم ببصك دوة يا باشمواندسين بلاقي الدرجة دي ابدأ الاقي جزء منها او طرف منها اللي هو طرف الراس اللي هو من ناحية الكوبستة بلاقيه مثلا الطرف دوة صغير ماشي وليقل مثلا بدل ما هو 30 لا بقى 15 بقى 20 بقى 26 يبقى قلت من عند الراس وزادت من عند الدين اللي هو الجزء اللي هو هيخش جوه الايه جوه الحيطة بسميها درجة مروحية بسميها ايه ايه الدرجة التي يتغير عرض ايه سطح نائمتها فيقل عند الراس ويزاد عند الايه ويزاد عند الدين طيب بعد جوهات يا باشمواندس ايه الانواع التانية انت بتقول ان دي اسمها درجة مأزنية سمتها مأزنية ليه سمتها نسبة ان هي بتستخدم في المأزن بتاعت المساجد المأزنة بنجي مثلا في شهر رمضان او مثلا دخلة ايه دخلة الاعياد بتاعتنا عاوزنا نعلق مثلا فرق قهربة مثلا تمام طب هنطلع على المأزنة دي اللي طولها مثلا 15-20 متر ونطلع ازاي باشمواندسين بتلاقي جوه المأزنة دي سلالم زي السلالم الحديد مثلا اللي بتستخدم ايه بتستخدم مثلا في المطابق تمام بيتسبت عمود في النص عمود خرصانة او عمود من الحديد العمود ده بنسميه الفحل بنسميه يا رجالة بنسميه الفحل وبيتسبت فيه الدرج بتاعه اللي هو الدرج المروحة الدرج المروحة ده اللي احنا اتفقنا بيه عملا اجيب الدوران بتاعه اللي هو جزء الدائري بتاعه ده بتلاقي الجزء اللي هو من ناحية العمود قليل اللي هو من ناحية الراس قليل يقل عنده الراس ويزيد عنده الايه الدير ده بالنسبة للدرجة الايه المروحية في عندي درجة اسمها درجة مشتورة ايه هي الدرجة المشتورة يا باشمواندس الدرقة المشتورة ديت يا بش مهندسين باجي في نهاية القلبة في نهاية القلبة اللي انا اتفقتي معاك عليها ان هو المستوى مائل تمام ومجموعة من الدرقات هيتركب هنا في الجزء ده مربع شكله مربع الشكل المربع ده اللي هو مثلا متر في متر بسميه بسطة طب البسطة ديت ممكن اروح شايلها واروح مركب في مكانها اللي هو درقتين طب الدرقتين دولة تيجوا ازاي لازم لازم ما بين الدرقة نهاية القلبة بتاعتي نهاية القلبة بتاعتي اللي هو بتنتهي بدرقة عادية واجي بعد جوات في اسيب مسافة اسيب مسافة اروح مركب درقة مروحة طب المسافة اللي ما بينهم ديت اروح مركب درقة اسمها درقة مستورة اسمها درقة ايه يا رجالة درقة ايه درقة مستورة ايه هي الدرقة المستورة ديت الدرقة بتتركب على بيتها باجي اروح جايب البسط زي البسط استقي دوات يا باش مهندس وارح حاطتها تمام وارح جاي من تحت اروح على الفراغ على المكان الفاضي اروح معلم بالألم وارح اطيعها بالصاروخ يبقى انا ركبتها درجة على بيتها تمام طيب الدرجة المشتورة دي عرض الرأس بتاعها اكبر من عرض المروحة بس عرض الرأس بتاعتها اكبر من عرض اللي ايه عرض المروحة طيب كل الكلام دو بنستخدمه بعلمك ازاي تحسب تصميم سلالم تصميم ايه تصميم سلالم طب ولو جينا ايه حضرتك بتستفد معايا في مادة المساحة زي ما قلنا قبل كده ازاي نشتغل كل الكلام ده احنا كان في مادة ايه في مادة التكنولوجيا تمام وشرحنا في مادة التكنولوجيا بتاعتها ازاي تعمل تعالج الشروخ او تعمل عملية تنكيس للمباني ازاي تعمل عملية عزل للحوائد او الارضيات تمام وقلنا واتكلمنا مع بعض الطريقة بتاعتنا ازاي وباستخدام الطريقة الحديثة او الطريقة التقليدية اللي هو العزل على الساخن ولا العزل على البارد كل الكلام دو بتدرسه حضرتك في مادة في مادة ايه في مادة التكنولوجيا تمام طيب بعد جهوات يا باش مهندس ايه اللي هيتم حضرتك خلصنا التكنولوجيا استفدنا فيه عندنا مادة اسمها مادة مسلا التخطيط مادة التخطيط دي بتاخد مسألة المسألة دي بادهالك بالمتر المربع او بالمتر المكعب المتر المربع او المتر المكعب وقولك احسب كمية الخامات اللي موجودة فيه عشان اعمل ميتين متر مربع مباني او خمسمائة متر مكعب مباني متر مربع او متر ايه مكعب متر مربع او متر ايه مكعب طيب عايز مثلا خمسمائة متر مربع او خمسمائة متر مكعب مباني إزاي تحسبهم؟ إزاي تحسب الخامات؟ إزاي تحسب أسعار الصناعية اللي هيجوا يشتغلوا؟ إزاي تحسب أسعار المقاول اللي هيقعد وياخد باله ويجيب لك الخامات اللي أنت متفق عليه؟ كل الكلام دو حضرتك بتحسبه في مادة التخطيط مادة سهلة وجميلة وبسيطة تمام؟ بس محتاجة تخيل ومحتاجة شغل وحضرتك بتبقى أنت فاهم جزء المواصفات اللي في الأول بعد كده هو تبعلمك إزاي في مادة التخطيط ودارة الإنتاج ديت إزاي تقس الحوائط؟ إزاي تقس لإيه؟ إزاي تقس الحوائط؟ الحوائط ديت يا بش مهندس بتقسها طول في عرض في ارتفاع لو هي سنكها 25 أو لما يكون سنكها أقل من 25 حضرتك بتقسها طول في عرض أو طول في ارتفاع يا بش مهندس طيب بعد ما بتقسها بتمطرتها بعلمك إزاي تمطر الحوائط ممكن تشتغل مهندس إياس وتقس الكلام دوت وتحاسب الراجل وتحاسب صاحب البيت أو صاحب الملكي إيبا أنت استفدت من النحية اللي إحنا بندور عليها إن أنت تستفد من الشهادة بتاعتك يا بش مهندس واتطبق الكلام ده وممكن تشتغل بيه إن شاء الله ولنا لقاء آخر إن شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته